وأخيرا شركة هواوي تعلن عن أول هاتف ثلاثة الطي ينطوي ثلاثة مرات وتحول فعليا لجهاز لوحي حقيقي وهذه طفرة في عالم تيكلونوجيا بشكل عام والهواتف القابلة للطي بشكل خاص من شركة هواوي كالعادة هواوي صراحة مبدعة جدا في هذا المجال الهاتف يأتي باسم هواوي ميت اكس تي كما أن حاليا عليه طلب مسبق بخمسة مليون نسخة في الصين هو رقم رهيب جدا يعكس مدى فخامة هذه التحفة من هواوي لكن أنا شخصيا لا أتوقع أن الشركة رح تنتج هذا الرقم نظرا للإمكانيات المحدودة في تصنيع الرقائق رح نشوفه مع بعض السعر تعو والمواصفة الكاملة وهل رح يكون فيه نسخة عالمية أم لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم خابطي معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كامل بخير كالعادة خوطي قبل ما نبدأ الفيديو متى ستعمل لايك وإذا كنت جديد أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس لأنا مهم جدا بشي الاشعارات توصلك أول بأول ويلا نبدأ على بركة الله نبدأ كالعادة بالتصميم فتصميم هاتف هواوي الميت اكس تي أنيق جدا فالظهر يحتوي على جزيرة الكاميرات على شكل مكعب ثماني الأضلاع يحتوي ثلاثة عدسات وفلاش من نوع ليد خمتعه من الجلد الفاخر وهذا الهاتف ليس كأي هاتف قابل للطي فلما تفتح الهاتف بشكل كامل رح يكون كامل الظهر من الجلد يعني جميع الشاشات رح تكون في الجهة الأمامية كأي شاشة هاتف أو طابلاء رغم أن الهاتف ثلاثي الطي إلا أن وزنه يعتبر خفيف 298 جرام وهذا بسبب أنه نحيف جدا تصل سماكته وهو مفتوح بين 3.6 إلى 4.8 ميلي ولما يكون منطوي سماكته 12.8 ميلي وهو يعتبر أنحف هاتف قابل للطي حالي وبالنسبة للألوان رح يتوفر باللون الأحمر واللون الأسو يعني بشكل عام هاتف ثلاثي الطي تحفى بيتم معنى الكلمة من شركة هواوي وهي التفرة في عالم التكنولوجيا للأمان هاتف هواوي الميت XT يملك ثلاثة شاشات عندك الشاشة العادية بحجم 6.4 إنش من نوع LTPO OLED دقة 108 ضرب 2232 بيكسل تدعم معدل 120 هرتس شاشة الثانية بحجم 7.9 إنش وهو حجم كل هواتف القابل للطي تقريبا تأتي من نوع LTPO OLED دقة 2048 ضرب 2232 بيكسل تدعم معدل 120 هرتس عندك الشاشة الثالثة عملاقة بحجم جهاز لوحي مقاسها 10.2 إنش من نوع LTPO OLED دقة 2232 ضرب 3184 بيكسل بعدد بيكسلات 381 بيكسل لكل إنش تدعم معدل 120 هرتس وتدعم مليار لون بشكل عام شاشة مميزة راح تستمتع جدا بتجربة خرافية للشاشات الثلاثة وتتنقل بينهم بكل سلاسة أريحية يعني راح تستمتع بتجربة استثنائية للشاشة فريدة جدا من نوعها فهاتف يحتوي على ثلاثة شاشات بأحجام مختلفة تعتبر طفرة في عالم تيكلونوجيا والهواتف القابلة للطي من هواوي وبجانب التجربة الرائعة للشاشة راح يديك صوت ستيريو راح تستمتع جدا بالصوتيات والفيديو وبالنسبة للأداء عندك معالج الكيرين 910 بدقة تصنية 7 نانومتر وهذا المعالج هو أقوى معالج من شركة هواوي لكنه يعتبر معالج متوسط لما تقارنه مع معالجات كوالكم وميدياتيك للمن لذلك هذا المعالج ليس مخصص للأعراب التقيلة خاصة إذا تلعب بشكل مطول يتوفر الهاتف بثلاثة نصخ من التخزين عندك 250 عندك 512 أو 1 تيرابايت مع 16 جرام يعمل بنظام الهارموني او اسي ربعة فاصل اتنين بهذا العتاد رح يديك آداء ممتازة في الاستخدام اليومي لكن إذا يهمك الألعاب الثقيلة خاصة إذا تلعب بشكل مستمر مش رح يكون مناسب لك للأمن أما منظمة الكاميرات رح يكون عندك في الخلف ثلاثة عدسات عندك ضائسية خمسين ميجابيكسل بفتحة متغيرة اف واحد فاصل اربعة إلى اف اربعة فاصل سفر العدسة الثانية للتصوير الواسع بدقة 12 ميجابيكسل والعدسة الثالثة بيرسكوب تليفوتو بدقة 12 ميجابيكسل تديك زوم حقيقي خمسة فاصل خمسة اكس تدعم الكاميرا رئيسية تصوير الفيديو فور كي عندك الامامية او السيل في منية ميجابيكسل تدعم تصوير الفيديو فور كي لم يتم اختبار الكاميرات لكن متوقع رح تكون تجربة الكاميرا متميزة كالعادة من هو بالنسبة للبطارية فتاتي بسعة 5600 ميلي امبير مرفقة بشاحن قدرة 66 واط كما انه يدعم الشحن اللاسلكي 50 واط والشحن العكسي 5 واط والشحن العكسي اللاسلكي 7.5 واط باقي العادة عندك بصمة مدمجة مع زر الطاقة عندك خاصية الانفسي وعندك مستشعر الار للتحكم بالاجهزة كربي الهاتف لا يدعم منفذ السماعات ولا كارت ذكر الخارجي ولا يدعم الرد من ميزات هاتف هواوي الميت اكس تي انه يدعم الذكاء الاجتناعي في جميع المجلة واخيرا نأتي للسعر فتم سعر الهاتف فسوق الصيني يبدأ ب2800 دولار حتى 3400 دولار حسب النسخة يعني حوالي 60 مليون جدائرية لأقل نسخة ورغم السعر المرتفع إلا أنه عليه طلب مسبق يصل ل5000 نسخة لحد الآن لم تعلن الشركة ما إذا رح يتوفر عالمية أم لا لكن الاحتمال مش رح يكون في نسخة عالمية على الأقل هذا الجيل في الأخير السؤال لكم الخوة بش رأيكم في الهاتف السعر تعوه أتمنى تكتبونا أعراكم في التعليقات كان هذا كل ما لدينا حول هاتف هواوي جديد هواوي الميت اكس تي في الأخير تستعمل لايك وإذا كنت جديد أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس لنا مهم جدا دمتم في رعاية الله وحفظ